فما طفلة بعثت مشكلتها بتأثر شديد أم أبوها اتوفيه قالت نعيش واحد في دار خليها أمي وبابا أخوتي ما يسألوش عليهم ما معارسينه بصغيرهم لا يجيوني لا في عيد لا في مناسبات أخر حاجة يحبوا يخرجوني من دار أمي وبابا قال شنو يحبوا يقسموا الرزق وأنا منيش عارفة كيفيش بش نقعد كيفيش بش نعيش كيفيش نكمل حياتي يزيدشي واحدة يزيدشي ما عنديشي ولي وين نعيش مادام مونيا نحكيوني على سيلة الرحم خلينا نقوله موضوعه جنرال هو سيلة الرحم والعلاقات في العائلة والله يش نبش نقول لك هذية حاجة معناتها ولينا نسمعوا بيها برش مالحاجات كي من هكا نسمعوا وين الشيخ تو معنات عندي برصة كونتاكت مع برشة نيس كل مرة يحكيوا لي حكيات والله ينقعد بهتا هي هذية معناتها حاجة معناتها يتكون فيه كلمة معناتها هذية كله معناتها حسب الفاميلة وحسب العيلة وحسب التربية فمتاعنا معناتها سيلة الرحمة يجب ليش نحكيوا فيها هذية حاجة يجبها تكون فينا أختك وخوك وعمك وامك وابوك معناتها ميش بش نكون نعلمها للناس يجبهم بش يقفوا مع أخواتهم ولا بش يقفوا مع والديهم ولا حاجة ريضية حاجة يجبها تكون غريزة معناتها يجبها تكون فينا إما الله غالب فمناس وقلوبها لقلوب تبدلت ما تقولوا ليش الدنيا معناتها تبدلت لا الدنيا هي هي إما العباد هي اللي تبدلت العباد هي اللي تبدلت بحكم برشة حاجاته كل شي أنا بصراحة ما نحكيش زادا كما العادة في حاجة لي أنا أنا كإنسانة معتها قايمة بويجبي أو كعليش إنا نحكي ونبيما نبدأ فرحة خدر إنا قايمة بواجبي قايمة بواجبي مع أخوتي وقايمة بواجبي مع لونتوراج وقاعدا نتعامل مع برش عبيد في اللي كاسوسيال وحكيت لك برش عمرات فهمت واتطورنا تطوى صابرين والدي غتاغي وقاعدين ندورو ونلموا في فلوسوا بأي طريقة ما نتوليت حضارية باش إن نمشي ونعاونوا ناس ولمرات تحكي لك على أخويتها اللي هو ما يعاونو هاش والله نقول المساجة أنا معناتها نقول لماسكة لأخويت الذوم عند قلب باش معانتها في عيد كبير تعيد أخوك ولا أختك ولا أمك معانتها نقصتها عاشين للمحاجة وعند قلب باش عيد صغير داركم معانتها تشري حويج لولادك وتعيد عند قلب بأخويتك لا ولا أختك ولا أخوك عند قلب اللي أنت معانتها كيما نقول في دافي ميكل شارب وعندك أمك ولا أختك ولا كيما توا هذي تحكي تقول لك أنا أخوتي ما يعاونو نيش عندك إحساس بالحق كثرت تترا فيها الحكاية ذي قلت سيلة ترحم مش كثرت إنا عندي برشة ناس يحكيوا لي في الحكاية ذوما ولد تجاني وليت معانتها نقعة بهتها معانتها في الناس يدومها رو ربي سبحانه يمتحن فيك في الدنيا تعتاك حاجة تعتاك وسيلة باش تعاون به نحن قاعدين نعاونه في البراني ما هدكش تندم مراه رو باش نقوله والله العظيمنا ما تندم منها ريخ كل سواء مراه ولا ولا راجل وإلا أي إنسان أي كائن معانتها عنده حد باش يعاونه بصراحة أنا تجاني لحكاية ذوما رايك في الموضوع ما ده بي يراهم معايا ما نجمش بعضهم فهمتوا ما نجمش يراهوا اليوم خوه ولا باش يعمل لخته هكيكة بربي كيفاش باش ما نعرش شنو ربح منها الدنيا هدي وشنو اللي بشي هزه معاه وليم في الفلوس وفق في الدار و هزه ما نجمش يسرا تتدخل في مشاكل مع أخويتك على ورث ولا على موضوع كيف من هكيه مستحيل 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 إحنا حتى عنا ورث وكله وخوية وقتها قال لي مشنو يا أخوية دي زين خوت صحة وفرحة مستحيل لنا نقطع أخوية ولا نقطع من عرش شكون أي حد من العائلة على خطر ورث ولا فلوس اللي هو وصخ دار الدنيا اللي انتي ماكتوف معانيا في المراث كثرة تشوف تكون قاعد تتيح ساعات النقض نبهت قلوا لي فلين قلوا ما عندو شيء ما يقرولوش حسيب بذيك يسرا معانيا راوك راوح سب الناخ راوح على خطر فلوس تجريوه على وصخ دار الدنيا راوح كيفير راوح كيفيرا راوح طيقة كان أختك سناد دمتاعك ولا أخوك تتيح يزينا يزي لو فات أنا نبدأ مريضة ولا مستحقتهم نقق واحد عاليمين واحد عالي سار عندي بالدنيا دجا مؤخرا لينيك يسرا هزيت أمك اللي عمرا آآ زهيرا ان شاء الله انتوما تشاركتو الأخوة لكلكم بيش فرحتوها فرحنيها ميمتي هي جيت قاتل دجا قلت خالتك ماشين وكله قاتل بش نمشي ننطل عليهم ونعاونهم وكلك هاو تفهمت أنا واخوتي وعملنا لها مفاجا واذي أقل حاجة أنا بتبيعتي ناوية بش نعملها العمر عرفت قاعدت نستنى قلت تجي رمضان تمشي في رمضان تقيت خويتها ماشي انا حبش تمشي وحدها تقيت خويتها ماشي نمشي تقصيت لها وفرحتها باعة هاو سابرين بربي عندي جملة نحب أقولها هي من قبل نقولها نحنا يسرى من قبل نقول لك والله كان جيل خو ينفع ما يبكي حد على ابوه وينا نحب نسيت حاجة أخرى كان جيل خو ينفع خوه والأخو تنفع أختها ما يبكي حد لا على أمه ولا على ابوه هنور ماذا نقول لك سابري أنا بالنسبة لأخوة بالدنيا كما قلت يسرى أخويتك رمضان ظهرك أخويتك أخو أخت أخو أخت أخو أختي أكبر مني وأختي أكبر مني أنا صغيرة وعبارة أنا أكبر منهم ساعة أخوية قلت أخوية جد جد رمضان تلقاهم كان هما كيفش معناها إنسان يتجرأ بش يخرج أخته وإلا يطيش أخته على خطر فلوس وهذا يراه أنا بار إكسبريانس وعبيد أقراب لي عايشينها كيفش يفكوا في رزق بعضهم ومقاطع أخته درا قديش من عام على خطر رزقه ومقاطع أخوه تذكر أخوه كان هارت لي أخوه ميت وقتها بش ذكر لي عنده أخو وجي يبكي عند رأسه وليه إذيك الكون رمضان مايرجعش السنين اللي تعديت ومايرجعش صغركم ومقاطعكم كيفش أنت تغذر الخوك ولا تغذر الأختك وتقولها سامحني ولا أخرج ولا ما تغذر إذيك أمك إذيك أبوك إذيك دمك شكون عندك معناها في الدنيا أنتش كيفش تقتحه معناها على خطر الفلوس شكون عندك في الدنيا شكون قاعد لك رمضان ما فهم حتى حد ينفعك في الدنيا أبار دمك رمضان رمضان مايرجل دخويتك إذوكم معناها تربيتوا مبعاثكم رضعتوا مبعاثكم ما نعلمش بالنسبة نص المرحلة ذي أنه يحب يطرد أخته من الدار على الورث على خاطر العبيد معه الفلوس يعمق معه تشيرا موش يرا في أخته وهو يرا في الدار تسوى سوم معتها تيل سوم موش يرا في أخته ولا موش يرا في صلة راحب واللي هما ما يعرفوا هيش يراه عند ربي سبحانه أكثر حاجة خائبة هي قاطع صلة الرحمرة أكثر حاجة ينجموا معناها العبيد تبدأ تصلي وتصوب وتزكي وتبدأ قاطع صلة الرحم ما تشميش الجنة ما تشميش الجنة أرا حرام أحرام زيد راجع حسابيتك بالنسبة للسيد هذا زيد راجع حسابيتك راهي أختك نرمال مو راهي عندك راهي عندك معزم وكرمة راهي صغارك صغارة كهية مسكينة مع عرصتش وكل شي راهي ذوكم صغارة راهي ليهي بيوم تلقاش ما أقرب من العم راهي صغار وخويتها شاء الله رب يهجي طيب سينة الرحم ما عادش فهم الوقت هذا ما عادش تقولولي سينة الرحم وليز ما تمشي لعمتك وليز ما تمشي لدراوين ما عادش مع عائلات مهم حتى كن معادش أقوى سينة الرحم هو بوك ومك تتعمل على روحك يعني تستكفى بروحك وكهو ليه 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 هاي أقوى سينة الرحم أمك وبوك ويعطيك القوة أمك وبوك ويعطيك القوة أمك وبوك ويعطيك القوة من ورث بوك وطلب حقك كما هما طلبين حقه ويعيش حياتك لا تقولي لأخوه لا تقولي يا عمتي ولا خالتي بعض الام والبو ما عادش فهم سينة الرحم ومهمة صغار يغلسوا لهم القيمة انك تتحن على أخوك وتحن على عمتك وتحن على خالتك ركد أي ويلديين تصور في الدنيا هاي يحبوك ويعطيك أمك ويعطيك رحب بعض البو اللهم ما فهميش سينة الرحم أخوة سينة الرحم ما هو البو اللهم عمتك بش تنفعك ولا خالتك بش تنفعك أمك وفوك ينفعك بعد أمك وفوك تعمل على روحك وكهو لا ترقينا الحقيقة من عيدك مهمة العائلة المهمة العائلة والتقابل والتأذر العائلة تبدأ تحبني من قلبك العائلة تحبني خير تحبني خير كي نستحق لك نلقاك مش نتلقى الخير في برا أنا ما تلقاش الخير في دمك ولحمك بربي إيزي الحمد لله ربي تربيت في عائلة ربيونا على القناة وكانوا عادلين بين الأخوات أنا وأخوتي كانت معاملتنا من نحنا صغار أخوة صغير يحسها وتتبني النقمة كي تكبر تحسن النقمة نحنا عائلتنا الحمد لله والقناة والعادل يخليكم تعيشوا في عيشة عندنا فل واضحين والهذا الأخر كان على رسالة مثلا مرتي خط أحمر خط أحمر قولها من تو إنها تدخل بينه وبين أخوتي ما نفهمش مثلا أختي تستحق مش نمش نعاون أختي تقول لي لا أو أختي جاي بحث للدار تقول لي أختك لي أنا عندي أختي أخوية قبل مرتي وقبل النس كل ما فهميش عندي هنا هدوما أخوية حضر في القراس معناها معناها مرتك تقول لك أختك ما تعطيهيش مثلا يعني أنت تدخل في كل مشاكل متاع أختك واللوزة وتولي الكنة واللوزة معناها ما فهميش سلت رحمها كما قاتلك لو ما ندخلش الجنة أخوية ما فهميش العبدي مش يخمم أصلي مش يدخل في المداخلة عبد ما يخاف شرب واضحين عندي هنا أخوتي ودارنا وعائلتي وحتى هي هذا كيف كيف لأننا ندخل فيه لا يدخل فيه كيف تدخل في الحصنة وفي الصلح أي في عركة وإلا في حاجة حلوة مش نعملو الخير أي ما مش قولي يا أختك ليه واخوك ليه وعندي أذية عندي عبرة يحب نحكيها عبرة للناس كل والناس كنت أسمعوها قدش فيها معنا وإنا تعجبني على الأخر الحاجة إبن يوسف أقبل شد ثلاثة رجال على جريمة بش يعدمهم نهارفش يصير الأعدام شايف أمرأة تبكي على الأخر بحركة عايت الله قالها يا أمرأة ما بيه قاعد تبكي قلت لك فيش متحبنش نبكي وأنا راجدي وأخويا وولدي بش يعدمهم ثلاثة بش يعدمهم قالها ميلة يا أمرأة أختار واحد فيهم مش منعدموهوش خمط 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 قتلوا أخويا قالوا كيفاش أخوه وما بيه راجلك وما بيه ولدك قتلوا قتلوا الزوجو موجود نجم نعرس براجل الأخ قالوا الأولاد ومولود نجم كين عرس عبدالجيب الزغير قتلوا أما الأخ مفقود لعندي لأم لأبو لم يبش يجيبني أنا أخويا لم يبش يجيني أخويا على الحكمة على الكلام اللي قلت للمرأة الحاجة يجو نيصب قالها ميلة عامة ثلاثة يرجع معك للداء شوف ما لقيمة الأخوة كانت هذه الأخوة في وقتنا تطور عاملة مشاكل مع أخوه مش تحطين أخوك كما كان مش تختار أخوها بيانسوا أنا عندي أنا اللي عنده أخوه ولا أختي يستحفظ عليهم لكي يستند دمتاعك للفلوس الدوم لحد شايده القناعة رهيباهية كما أخوط لكم أنتوما يا والدين قاعدوا بين صغاركم خطل ذلك السببب تع المشاكل أمل والله أنا مفهمش عالش بيتين منك اللي متأرق بالحق ما عادش فما عائلات حاسرة كي كانت الخالة تحب الخير البنت أختها كيما بنتها والعامة اللي تحب الخير الولد خوها كيما ولدها توقع تلقى الغريب قبل القريب الغيرة، البغض، الحصد، السحر بالحقتي أنا من عائلتي فما شكون حتى يبدأ يوري في الاستغيلي هو دي جاتفر شفيم أما يبدو يعبيولو في قلبو بيش يعمل مشكلة بيني أنا وبابا فهمت؟ أنا عندي أربع أخوات ابنات هذوكم أنا اللي نمن بهم معنى أخواتي وأمي وبابا معنى تايش فقراسي إن شاء الله نقعدوا معنى لحمة واحدة للي نكبرو حتى كي نعرصوا نقل دي ما نتلموا في دارنا أنا ما بصراحة مراش اللي فما عائلة فما عندي معنى كعبيت من العائلة بيهين وكل شي أما ما عادش فما عائلة ما لغو زمان توقع وليت الغيرة ما عاش تحب الخير تقول لك آه بنتها عرست أنا بنتش ما عرستش آه بنتها شريت أنا بنتش مشتش وفما راه وفما حتى في عائلتنا وريد في برش عائلة ما نكذبوش على بعضنا في العائلة التونسية الكل تلقى الغيرة والسحر والأذية الكل موجود معنى ايه اما معنى هدي ما احنا نحبه نقوله اللي من عبوش مقولش بشا بيه ايه اللي حب تقول يعمل معك البيه حب وعمل معه البيه واللي حب يذيك ابعد عليه وكهو مش نقطع وسيلة الرحم اما خلينا كيما نقوله السلام السلام وكهو اختها خذتو هيا ليه مش نيه اللي بش نحيو المشاعر الخايب هذي تجيب عدنا أنا يحب الخير الغيرك انا نقول كي تغزر الغيرك اه اتمنى له هكا افرح له حبلو الخير والله العظيم خوذها بالحق مسلمة مني كل ما تحب الخير الغير كل ما ربي يزيدك كل ما نيتك صافية كل ما ربي يعطيك علاقة قلبك كل ما تحب غيرك ربي يزيدك في خيره اكثر كل ما بتحسدش غيرك ربي يعطيك اكثر معناها تمنىو الخير اللي بعضكم وحبوا بعضكم راهو راهو مش تحسد غيرك ولا ما نعرش انا تبغضوا ولا توصل تقطع غيرك معناها على حاجات تفعل انا نقول وصخ دار الدنيا راهو ما عندك مك مش تربح راه انا نقول على قد قلوبكم ترزقوا معناها حبوا الخير اللي بعضكم طو ربي يرزقكم وتلموا وتلموا راهي العائلة راهي حاجة متتعوضش العم الخالة البنات العم بنات الخال حاولوا للموا بعضكم وقبوا بعضكم اكثر كون انتي كون انتي فعل خير يا اخويا هو يبدأ غافل ماشي في الدنيا حال عينيه على الدنيا انتي كون انتي كينك ثايقة وعارفة اهمية العائلة انصح غيرك مثالش انصوا ولموا بعضكم انا نحب نعمل تحية لعمت وقلها راني نحبك بارشا وراك انتي ريحة بابا تحية لعم في هذا الكل في هذا الكل تحية لعائلات الكل واحنا نشجعوا عن تكون لحمة العائلة والعائلة تكون ملمومة وتتلم مهمة لعائلة كلك سواء الخالات لعمية رغم اني نعرفو مرحا بقون غالتيوش عند الشمس بالغربين ليفهمة برشا مشاكل وتباعد عائلي مهم زد ايسر كيف تسأل على عمتك وتسأل على خالتك وتسأل من عيد العيد ومهم كيف تسأل على بنت خالتك وهذه كل لحمة اللي تنجم تلم بينات العائلة نقولوا للرجل ذي أختك بالدنيا معناها ما تخليش أختك في الشارع وانت معاها ورمضان طوى معناها أي واحد يسأل على أخته ولا يمشي يطلع على أخته ومستحقى حاجة على شلين عاونوا بعضنا كانت هذي البرتية اللولانية كما العادة تغادرنا مادامونيا بن شعبين كيف تحب تقول ماداموني؟ معايشك معايشك سابري إن شاء الله بس معنا نحنا مكتر برشة اليامات برشة مريب قاعد يدور نشكركم برشة ونشكر لكيف تحفون برشة هلولة وحلومة وكل ونقول مخسي لكل عادة الاسباة زاهية مخسي حمزة زادة كل عادة ونقول مخسي الاسمود مخسي بقول اللي عاللبسة تحفونة هذي المزيينة ومخسي برشة 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 لبتيفزيون خطر عندي أمتي بخوبلام في عيناي باش عملولي الليونات سبيشيالة ذي بليفير سبيشيالة ذوما اللي تحسهم معناتها و؟ مجتمعهم لي حقوقوا نعم نقولهم مرشي بارشة اللابتفزيون و... كل عادة معكسى الكنتي يا مدام مونية إنك حاضرة بحضرة معايش محي منا نزل المكاملين بكيبه الحلقة جمعكوا شكرا فقدنا اللقاء تزيم باستيام ومزلت مكمله معايا كيمال عدا يوسرا مانعي كيمال عادة طارق حسن أمالة سيبعي نور شيشخان سيمي دريدي وضيفنا الحلقة هذه الفرنين هيكل علي مرحبا هيكل مرحبا سعيدة بحضورك معنا سعيدة بجديدك اللي بيش تقدم هنا اليوم غايب على التلفزة مرحبا بيك غايب اي بيختيار مني غبت خطر ما كان شو عندي ينتاج واليوم اجبت انتاجي وهاني حاضرة معكم مرحبا بيك خليني كيمال عادة نعمل دورة عليك خونيكور نشوف رايهم فيك يسرى مناعي رايك في هيكل علي هيكل اكيد انا نعرفه وهيكل نحب خطرين انا نعرفه مني لي وجيت مواقف معناها بالحق نحب نحكي على الجين بالانسانية في هيكل علي راه ويسر بالحق عنده هكا مواقف وصاحب صاحب هو يعاون ويسأل واذاك الكوتي اللي يعجبني في هيكل علي انه حسيس برشة وفي اي حاجة مثلا تلقاه يرمي يروحوا حتى يشوفك مثلا عندك مشكل ولا هبط حاجة ولا يسألك تسحقش حاجة ولا يشوفك هبطش كون يحب ربي يعطيني لدريس نحب نعاون يعطيني معنا يحب يعاون الناس يسألك الاحسن حاجة الجين بيعجبني فيه والا